اشتركوا في القناة انها نموذج مشرف جدا للسيدات الريفيات والسيدات اللي لها بصمة كمان ولي لها دور كبير جدا في المجتمع دفتنا حتكون الاستاذة ايمان عفوا لا هيكون ثانية واحدة الاستاذة صحر صدقي عضو مجلس نواب عن صعيد مصر ان شاء الله دي حتكون دفتنا اللي موجودة في فقرة قل كبير وطبعا هنتكلم معها في حاجات كتيرة جدا مكتسبات المرأة في عصر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي احنا كسيدات بنعتبر ان ده عصر دهبي وان شاء الله هندخل بعد كده بقى على عصر ماسي ايضا كمان من ضمن الحو والمكتسبات اللي هناخدها في الفترات القادمة ان شاء الله الموضوع التاني مشاهدي الكرام هيكون ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا بعد رفع القيود يعني الحياة بتعود تاني مرة اخرى بشكل طبيعي الى حد ما لكن احنا هنتعامل ازاي كده المسئولية بقت علينا احنا بشكل رسمي وبشكل كبير جدا جدا يعني ثقافتي انا ووعي انا هو اللي هيكون الرهان مش عايزين نخسر الرهان مشاهديها الكرام وعايزين نعدي بقى الازمة دي ونعبر بيها بقى ان شاء الله على خير هيكون ضفنا هو الاستاذ الدكتور محمد عيز العرب واستاذ الامراض البطنة بالمعهد القومي للكبد وايضا مؤسس وحدة اورام الكبد المساشر لجنة الحق في الدواء دايما لقاءنا مع دكتور محمد عيز العرب بيكون لقاء مهم وثاري جدا انا بدعوكم مشاهدينا ان اللقاء ده تحديدا مايفودكمش ابدا لانهيبقى فيه معلومات مهمة جدا احنا هنتكلم عن صحياتكم هنتكلم عن الصحة العامة فياريت ما تبعدوش بعيد واتابعوا اللقاء ده ولو فيه اي حاجة او وصفات او اي حاجة هيقولها دكتور محمد برضو تبقوا جاهزين وحاضرينوا معاكوا حتى كمان وراء وعلى الفقرة الاولى اللي احنا نلتقي بيها النهاردة هتكون عن ضوابط عودة السياحة لمصر قطاع مهمة قوي وبنستنى انتعاشوا بفرغ الصبر لان انتعاش هذا القطاع يعني انتعاش قطاعات اخرى بتعمل بشكل متوازي مع قطاع سياحة يعني بمعنى اصح ان الحياة هتعود بشكلها الطبيعي لما هذا القطاع يتعافى بشكل طبيعي ونموذجي يا رب تكون الفترة اللي هياخد فيها يعني عملية التعافى دي تكون فترة قصيرة حيكون نضفنا اه استاذ وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة السياحة الداخلية والخارجية بشعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية مشاهديها الكرام دي موضوعاتنا اللي احنا هنقشها النهاردة في حلقتنا حلقة الحصاد لكن احنا عندنا شوية عناوين او شوية اخبار قصيرة جدا جدا عنا سعرضها على حضراتكم الحكومة مشاهديها الكرام بتعلن ان يوم التلات اللي جاي ان شاء الله هيكون اجازة رسمية بمناسبة ذكرى صورة 30 من يوليو كل سنة وتطيبين وان شاء الله يعني هذه الفترة اللي طبعا كلنا ما بننسهاش واللي احنا بنفتكرها بحالة من الفخر اللي احنا قدرنا نمنع فساد كبير جدا قدرنا نغير وجه حكم كان هياخد مصر لمنعطف خطير جدا وكان هينجارف بينا يعني مستويات ما كناش نتمنها ابدا لمصر ويمكن احنا لحد الوقت بندفع يعني فواتير هذه الازمة لكن ان شاء الله هيكون خلصنا من هذه الاثار السلبية لهذا الحكم مش عارفه ممكن نسميه ايه بس هو حكم الحقيقة يعني غير ناضج وغير واعي وابدا لا يعبر عن مصلحة المواطنين هو كان يعبر على مصلحة فئة بعينها وعمر مصر ما كانت بتدار بهذا الشكل والاعجب كمان ان هذه الفئة هم المصنفين مش احنا اللي صنفناهم والله لأن المصنفين دوليا بالارهابيين فبالتالي احنا الحمد لله كتب لمصر شهادة نجاح وشهادة ولادة من جديد بهذا التاريخ تاريخ ثورة 30 من يونيو عودة العامة المشاهدين الكرام بموقع هيئة التأمين للاستعلام طبعا عن العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات اللي عايز يستعلم عن اي حاجة هيقدر ان هو يستفسر بكل سهولة ويسر مطار القاهرة بيشغل النهاردة 79 رحل طيران دولي وداخلي لنقل تقريبا 5063 علق دول ان شاء الله حيعودوا سالمين الى ارض الوطن عندنا ايضا فيه عنوان بيقول اختفاء الزحام امام لجان السنوية العامة بتاني ايام الامتحانات وتنظيم دخول طلبة لأداء امتحان اللغة الانجليزية واخر عنوان عندنا بيقول ان التموين بيعلن صرف 15 مليار من مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلي حتى الان مشاهدين الكرام دي كانت مجموعة اخبارنا طبعا هي بشكل مقتضب جدا دي العنوين الرئيسية والبرزة وطبعا يعني تفاصيل حضرتكم تقدروا ان انتوا يعني تتابعوها اكتر واكتر من خلال طبعا الصحف القومية لان دي كل دي العنوين اللي موجودة من مصادرها الرئيسية اسمحونا مشاهدين الكرام هنطلع فاصل قصير ونعود اليكم مرة اخرى بموضوعنا الاول وهو ضوابط عودة السياحة لمصر وهنكون في انتظار استاذ وائل زعير عضو الاتحاد المصري الورف السياحية ورئيس لجنة السياحة الداخلية والخارجية بالشعب السياحة وطيران بالغرفة التجارية انتظرونا مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر